باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أمل تصعب باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله أقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي في هذا الشهر الكريم سائدين المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاصة والقبول اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين تقبل الله اللهم صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا واجعلها يا مولانا خالصة لوجهك الكريم طهر اللهم قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا وتقبل دعاء اللهم آمين آمين في حديث القرآن في صورة البقرة في بداية آيات الصيام أول آية نقرأها في آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا بعد نكتب عليكم الصيام عايز يكون ده موضوع حلقتنا إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب فينا الإيمان يعني ينادينا بوصف الإيمان وده وصف عالي زي ما تنادي ابنك يا حبيبي أو هو في السنوية كده فتقول لي يا دكتور باعتبار ما سيكون يعني تعايز يخش خليط الطب شوف إزاي فبيتحفزه زي ما هو الولد يبقى في السنوية ونفسه يدخل هندسة ففريحة والجاية يا بش مهندس يا بش مهندس هو لسه ما دخلش أصلا كلية هندسة باعتبار ما سيكون فربنا سبحانه وتعالى لأنه لطيف بالعباد ولأنه كريم بينادينا بوصف الإيمان حلو يا أيها الذين آمنوا يا تورا بقى نبقى على قد الوصف ده ولا نخل ها تبقى على قدر يا أبوك أبوك أعملوا لك يا دكتور يا دكتور يا دكتور تبقى على قدر المسئولية دي بقى وتذاكر وتكتهد عشان تفرحوا وتخش كلية الطب أعملوا لك يا مهندس يا بش مهندس يا بش مهندس تبقى أد المسئولية وتذاكر بقى عشان تخش الهندسة ولا تخيب ظنه فيك أعملوا لك يا شيخ يا شيخنا وعايزك تخش كلية الدعوة طب مش تبقى أو أصول دين أو دراسات أو شريعة ها تبقى على قدر المسئولية الله يخاطبنا وينادينا بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا النبي بقى عليه الصلاة والسلام هو بيكلمنا عن الإيمان الحقيقي إمتى الإيمان يكتمل في قلوب الناس خذوا بالحضراتكم إن الإيمان مكان القلب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لسا الإيمان ما دخلش القلب شوفوا إزاي فالإيمان بيبقى في القلب السؤال الأول ما مكانوا الإيمان تقول لي في القلب السؤال الثاني ما مكان التقوى فإنها من تقوى القلوب التقوى برضو في القلب سؤال الثالث قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة هم خاشعون أين يوجد الخشوع في العين مثلا يعني ما غمض أنا كده أبقى خاشع في الراس لما أطر أطأ طأ راسي كده أبقى خاشع فين الخشوع في الجبهة طيب يعني ما أم أعمل 111 كده كده أبقى خاشع قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم برضو الخشوع في القلب الإيمان في القلب التقوى في القلب الخشوع في القلب أقول لي حضرتك على حاجة حتى التواضع في القلب القلب لما يتواضع تلاقي الجوارح تتواضع زي أعرف الكبر مثلا ربنا يعافينا يا رب وينجينا احفظنا يبعدوا عننا لا يدخلوا الجنة من كان في قلبه مثقال وزرة من كبر آهو كبر في القلب إزاي ممكن يبقى فقيره بيشحد بس بيبص الناس اللي قدامه باحتقار آه ده يبقى متكبر تقولي متكبر متكبر إزاي ده آه فقره عن طازة شوفت وممكن يبقى لابس أجمل الثياب وأحسن الثياب ويسكن أحسن البيوت ويركب أحسن السيارات ومشاء الله بس في قلب بينظر الناس كلها باحترامه وودوا لطف كده النبي لما سؤل عن الكبر قال الكبر بطر الحق عدم الاعتراف به وغمط الناس يعني احتقار الناس طيب احتقار ماذا ده يبقى إزاي يعني أجل في القلب هو شايف ينحسن من الناس كلها ما ده كبر شوفت طيب نرجع لناس الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كيف يتحقق الإيمان والنبي شرح لنا إزاي الإيمان وحذرنا وحذرنا النبي إيه الأعمال التي تنافي الإيمان اللي هي ضد الإيمان تعالوا كده نصلي عليه اللهم صلي عليه في الفصل ده ونرجع لكم بعد الفصل في مشيئة الله تبارك تعالى مع حقيقة الإيمان ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله اللهم إنا نسألك الإيمان والخير حيث كان ونسألك الرضا والعفو عما مضى مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية ربنا بنادي علينا في زورة البقرة في بداية آيات الصيام يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إيه حقيقة الإيمان لأنه لما الأعراب قالوا آمنا قال لهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلامنا أنتم مسلمين نمى مؤمنين دي لا لسه فيها نظر يعني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لسه الإيمان ما دخلش القلب وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطب في الناس وقال يا معشرة يا معشرة من آمن بلسانه أنا مؤمن أنا مسلم يا معشرة من أسلم بلسانه في رواية أسلمه وفي رواية آمنة بلسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه لسه الإيمان ما دخلش قلبه لا تؤذو المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة يبقى الكلام على الناس وإيذاء الناس وحد يعير الناس هذا منافي للإيمان ما تقوليش إنه مؤمن مؤمن مين ده الصيام اللي إحنا صايمينه في رمضان قال لك إذا كان يوم صومي أحدكم فلا يرفث ولا يسخب الإسان ده لازم يتضبط فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صايم إني صايم ده النبي عليه الصلاة والسلام شوف الحديث الرائع عشان تعرف حقيقة الإيمان فين فين حقيقة الإيمان أنت أبقى مؤمن حق مؤمن صايم يعني حقيقة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه لازم القلب يستقيم ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه إذن الإيمان ضبط اللسان حلوة الجملة دي كده الإيمان ضبط اللسان الإيمان ضبط اللسان النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ما عندوش خيار تاني بقى او اقول ايه تاني لما تقولش اقول ليصمت يعني انتو عندكش خيار غير انك تقول خير ما بيجي اقول بس كلمة لما تقولش يتقول خير يا تسكت هو ده الايمان النبي عليه الصلاة والسلام قبل واحد مرة من الصحابة قال له اسمه حارثة هو قال له كيف اصبحت يا حارثة خبرك النهاردة قال اصبحت مؤمنا حقا والحمد لله يا رسول الله فالنبي قال له مؤمن يعني تقول انا مسلم قال يا حارثة ان لكل قول حقيقة فما حقيقة ايمانك وما حقيقة قولك ايه تبتقول انا مؤمن الادلة انك مؤمن اللي بتعمله خلك تقول عن نفسك انك مؤمن قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فاضمأت نهاري وقمت ليلي لله رب العالمين حارثة يا نهرب يضع الجمال بتاعه بيقول له انا عرفت ايمة الدنيا ما تستهلش ان انا اشتم حد ولا اغتاب حد ولا اعمل نميمة ولا ادايق حد ولا اقلل من شأن حد ولا استهزئ بحد ولا اصخر من حد والله ما تستاهل يعني فعمل حكتين اتنين جناحين مهمين جدا قال فاضمأت نهاري وقمت ليلي فبقى يصوم النهار ويقوم الليل وكأنه اللي بيصوم النهار وبيقوم الليل ده يعني بيحمي نفسه وربنا بيوفقه انه ما بيتكلمش عن حد طيب كم اللي حارثة ايه حقيقة ايمانك تانية حارثة كده قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فاضمأت نهاري وقمت ليلي لله رب العالمين النتيجة ايه حارثة حسيت ده حاجة قال يا رسول الله حتى وكأني رأيت عرش ربي بارزة يا قوة الله ايه اللي الراجل بيقوله ده بيقوله حتى انا ما عملت كده بصوم النهار وبقوم الليل ما بيقزيش حد كانوش عن حد بيغتبش حد حتى وكأني رأيت عرش ربي بارزة ورأيت اهل الجنة وهم في الجنة يتزاورون ورأيت اهل النار وهم في النار يعذبون سيدنا النبي قال له يا حارثة عرفت فالزم ايه توصلت هو ده الطريق يبقى الايمان الحق زي ما النبي علمنا عليه الصلاة والسلام لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يبقى الايمان الحق يكمن في استقامة اللسان لحد انت الانسان حيسيب نفسه تابع للسانه اللسان بتاعه هو القائد لا احضر لسانك ايها الانسان لا يلد غنك انه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان ده في ناس بيتعذبوا في القبور بتاعتهم والله بسبب اللسان والنبي قال كده مر على قبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله يعني ما كانش بيتطهر كويس يعني واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة لسانه دخلوا جهنم والعياذ بالله التقي بحضراتكم بمشيئة الله بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا رزقا الله وإياكم الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله اللهم يا ربنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين قيض لنا من عونك ومددك ما يضبط كلماتنا فتبقى جميعها في فلك طاعتك اللهم أمين شاهدين الأكرم أجددوا لحضراتكم التحية الإيمان مش حيستقيم إلا لو القلب استقام والقلب مش حيستقيم إلا لو اللسان استقام يبقى لابد من استقامة اللسان الإيمان يعني ضبط اللسان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ورحل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فالنبي قال له قد سألت عن عظيم سؤالك ده عظيم أنت بتسأل عن الأعمال اللي ادخلك الجنة وتبعدك عن النار هذا سؤال عظيم وأنه ليسير على من يصره الله عليه لا ده سهل إن شاء الله اش سهل اطلب التسير من ربنا هيصره لك تعبد الله لا تشرك به شيء تقيم الصلاة وتزكاة تصوم رمضان تحج البيت حلو جميل كده هتروح الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا أدلك على أبواب الخير بلى دلني يا رسول الله على أبواب الخير قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصوم جنة صلاة الرجل في جوف الليل ثلاث حاجات الصوم والصدقة وصلاة الرجل في جوف الليل ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله أي دلني قال الصوم جنة والصدقة وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل صيام وصدقة وقيم ليل جميل أوي دي أبواب الخير يعني يا أبواب الخير تحصل بها على كل الخيرات كل اللي نفسك فيه عمله بتعمل التلاتة دول اللي نفسك فيها يتحاف اسمها أبواب الخير فالنبي قال لمعاذ بقى ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله أخبرني قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أعلى حاجة في الدين الجهاد في سبيل الله خد بقى الخلاصة بقى فالنبي قال له لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله أقولك على المفتاح أقولك على الخلاصة يعني قلت بلى يا رسول الله أي دلني على ملاك ذلك كله اللسان قال له كف عليك هذا كف ده فعل أمر أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا امسك لسانك وده اللي الشرع علمه لنا والله وده الصيام الحق مش بس امتناع عن طعام وشرب فقط صوم اللسان إن سابه أحد أو قاتله واحد بيشتمني وأنا صايم تبا أنا مش هتمتوش وما غلطش فيه هو بيشتمني بقى إن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صايم إني صايم أنا مردش على حد اللهم إني صايم شفت اللسان فالنبي بيقول له كف عليك هذا يعني نمسك لسانك ده هو مفتاح الدنيا كلها مفتاح المنظومة كلها إنك تمسك لسانك فسيدنا معاذ بيقول للنبي إيه بقى أنتوا تلاحظوا إن معاذ معلقش على حاجة من اللي عدت دولاني على عمل يدخلوا للجنة ويبعدنا عن النار النبي قال له معاذ تمام قال له ألا أدلك على أبواب الخير معاذ قال له دلني فالنبي قال له أبواب الخير ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله فالنبي قال له لما جينا بقى في آخر حاجة ألا أخبرك بملكة ذلك كل قال له كف عليك هذا أم معاذ تكلم بقى قال له وإنا لم أخذون بما نتكلم يا رسول الله يعني ده كلام يعني وإنا لم أخذون بما نتكلم يا رسول الله النبي قال له ثاكلتك أمك يا معاذ في اللغة العربية ثاكلتك أمك يعني فقدتك أمك في اللغة الشرعية اللي خارج من سيدنا النبي لما تسمعه تربت يمينك يعني لتسقط يدك بالتراب تخسر اللي وراك واللي قدامك يعني ثاكلتك أمك طالما خارج من بقى النبي هي في العادي ده تبتدي على شخص يعني لا في عهد ما بين النبي وما بين ربنا النديد تبقى رحمة لله رحمة للسائل بتاعنا دعوة لي يا سبحان الله أيوة ده عهد بين النبي وبين ربه فلا عشان بس لما النبي يقول له ثاكلتك أمك لكده يا شتيمة ولا دعا لي لا لا دعا لي معقولة أيوة ثاكلتك أمك يا معاذ وهل يكبوا الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هو هيدخل الناس جهنم إلا حصائد الألسنة شوف ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخض ونلع بيكلموا يعني بيكلموا يعني بيكلموا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ده مين يقولون كده ده ربنا اقرأ كده معايا في القرآن صورة المدثر كلنا حفزنا طبعا ما سلككم في سقر سقر دي جهنم والعياذ بالله وعليها تسعة عشر حدوتة دي سقر والعياذ بالله ما سلككم في سقر قالوا عزكم الله لك 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 ما عندلش الكلام ده ما نعمل ايه يا سيدنا النبي الرحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت عن سوء فسلم اشتري نفسك كلمة طيبة اقولها ليكن حظ الناس منك ثلاث ان لم تنفعه لا تضره مش قادر تنفعه لا تضرنيش ان لم تفرحه لا تحزنه ان لم تمدحه لا تذمه هتقول عنه كلمة طيبة سمعنا مش هتقول زي ما لنا بيقولون اطنب سكت اسأل الله تبارك وتعالى ان يقيد لنا من عونه ومدده ما يضبط ألسنتنا ما يضبط كلماتنا فتبقى جميعها في فلك طاعة الله بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتابع وانتفع صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته